موسيقى أسعد الله صباحكم متابعين أينما كنتم حراك لافت للدبلوماسية السورية ولقاءات عديدة للوزير المعلم على هامش الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كشفت التحولات الكبيرة في مواقف الدول تجاه الأزمة في سوريا الوزير لافروف يقول إنه سيتم الإعلان عن وقف الأعمال القتالية مجددا وبشكل دائم بما عزل الإرهابيين فهل ستخلف واشنطن بعهودها كعادتها متابعين للإجابة عن هذا التساؤل وسواها نرحب بالدكتور عهد خضور أستاذ الثقافة في جامعة دمشق أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا بك أستاذ صفوان صباح الخير لك والأستاذ المشاهدين والرحمة لجميع الشهداء من مدنيين وعسكريين الرحمة للشهداء أهلا بك يعني تابعنا هذا الحراك لرئيس الدبلوماسية السورية الوزير المعلم وهذه اللقاءات الكثيفة بوقت قصير التقى بمجموعة كبيرة من الوزراء وفي بعض هذه الدول ووزراء هذه الدول كان لها مواقف مضادة للدولة السورية وللشعب السوري في بدايات الأزمة ما الذي تغير الذي تغير أن العالم أستاذ صفوان قد أدرك ولو متأخرا أن ما حصل في سوريا يعني كان يجب أن لا يحصل لأن الإرهاب كما قلت لك ضرب العالم وأنت تحدثت في مقدمتك الجميلة جدا على أن هناك أطراف التقى بها وليد المعلم كانت لها مواقف سياسية معادية لسوريا طبعا نحن نعلم لعبة الأمريكي ونعلم كيف يفكر الأمريكي الأمريكي عندما يريد أن يوصل الرسائل إلى الجهة السورية طبعا قد لا تكون مباشرة بالدرجة الأولى ولكن قد يوصلها عبر وسطاء يعني البارئة يعني التقى مع الوزير السوداني ونحن نعلم موقف السودان السلبي كانت تجاه الأزمة السورية فبالتالي إذن الإدارة الأمريكية عندما ترسل أدواتها كما نعلم من أجل لقاء السيد وليد المعلم وخاصة بعض الجهات التي كانت لها مواقف سلبية وعدائية تجاه سوريا فأعتقد أنها رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية يعني الذي تغير في هذا المجال أن الإرهاب ضرب العالم كله يعني اليوم صباحا ضرب أيضا قتل حوالي أربعة أو أكثر في إحدى الولايات الأمريكية أيضا في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا في الكثير من الدول العربية والأجنبية فبالتالي هل أدرك العالم متأخر أن ما جرى في سوريا والتي حذر منها الرئيس بشار الأسد يعني كم قالها مرة أنه أي خطأ خطر في سوريا سيصيب العالم سوريا هي مركز الزلزال العالمي إذا لعبتم في هذا الفالق الزلزالي الكبير فمعنى ذلك سيرتد لم يكن أحد يدرك أن هذا الكلام صحيح وأن هذا الكلام استراتيجي وأن هذا الكلام يمكن أن يؤثر ولكن بعد مضي عدة سنوات تبين وجهة النظر وحقيقة وصوابية الموقف السوري لذلك بدأت الدول العربية والدول الأجنبية يعني السيد وليد المعلم كان الله في عونه في هذه الاجتماعات لأنه ربما لمن سيعطي الدور في هذه اللقاءات لأن الجانب السوري هو الذي سيحدد من سيستقبل في هذه الجمعية يعني كنا نتابع في مراحل سابقة حشد أسماء وأعداد كبيرة من الدول برعاية أمريكية تقوم بدفع المال السعودية للممثلين ويحشدون العشرات السفراء والوزراء ضد الدولة السورية اليوم الموقف مختلف تماما عدد الأصدقاء للدولة السورية وللحكومة السورية في اتساع واتساع كبير لا بل تابعنا أيضا كلمة السيد الجعفري هجوم لاذع للولايات المتحدة الأمريكية وتكذيب للسيدة سامنثة باور منذوبة الولايات المتحدة دائمة في مجلس الأمن كيف تابعت كل هذه التغييرات؟ والله أستاذ الصفوان دعنا نتكلم بصراحة الأموال التي صرفت على الأزمة السورية لإسقاط الدولة السورية أو الحكومة السورية لو صرفت على المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تعصف في العالم لكانت حلت الكثير حلت أزمة البطالة وحلت أزمة الغذاء وحلت أزمة الفساد في العالم وحلت كافة الأزمات وربما تم إصلاح العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية إصلاح العلاقة بين الهند وباكستان يعني ما صرف في سوريا كان رقم خيالي فلكي ربما بحجم ميزانية عدة دول فبالتالي إذن هل أدركت العالم أن هذا الخطر الموجود في سوريا سيرتد؟ نعم هي أدركت الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد هي وحلفائها أن هذه الأزمة ربما تستغرق عدة أشهر وينتهي كل شيء كما حصل في مصر كما حصل أيضا في تونس كما حصل أيضا في اليمن وغير ذلك وحتى في ليبيا ولكن تفاجأ العالم بأنهم لم يقرأوا شيء لم يدركوا حجم التوازنات الموجودة داخل الدولة السورية هل هناك جاهل أو في العالم لا يعتقد أن لسوريا حلفاء لسوريا أصدقاء بدءا من كوريا الشمالية وصولا إلى المقاومة في لبنان وصولا إلى الحليف الاستراتيجي في إيران وصولا إلى الحامل الأكبر وهو روسيا الاتحادية هل لهم غير دراية بهذا الموضوع وهذا ما حصل فعلا لذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتخبط يعني قصف مواقع الجيش العربي السوري كان خطأ استراتيجي كبير وهي الآن تدفع ثمنه لأنها لو لم تقم بعملية القصف لكان الجيش السوري والجانب الروسي قد التزما بالهدنة كيف ستدفع ثمن العدوان تدفع ثمن الآن ما يقوم بها الجيش العربي السوري يعني من كان يصدق في الجانب الأمريكي أن الجيش العربي السوري أو بيان القيادة العامة على أننا أنهينا الهدنة وفقا للاتفاق الروسي الأمريكي وبعد هذه الضربة أيضا رد وزارة الدفاع الروسية عندما تحدثت بالحرف الواحد وقالت أن الجيش العربي السوري ملتزم وطالما أمريكا قصفت يحق للجيش العربي السوري الرد ونحن سلاحنا الجوي سيدعم والآن بدأت العرب ونحن علمتنا التجارب السابقة أن من يستفيد من الهدن هو الطرف الآخر الطرف الآخر طرف المدعومة أمريكية لم نكن في يوم من الأيام دعنا نتكلم بصراحة يعني بالتالي العدوان الأمريكي كان وبال على أمريكا وعدواتها نعم هي دفعت ثمنا كبيرا في عدوانها على المواقع الجيش العربي في دير الزور يعني المعارك البارحة في الأحياء الشرقية المعارك في الجنوب المعارك في ريف حمى الشمالي كلها بدأت ربما خلال ساعات خلال أيام قليلة جدا ونصمع إنجازات كبيرة للجيش العربي السوري هل ما تابعناه في الأمم المتحدة الجمعية العامة في دورته الحادية والسبعين هو عبارة عن دول تريد فتح صفحة جديدة مع الدولة السورية ومع الشعب السوري أم لا ما زال الوقت مبكر دعنا نأخذها من منظورين أنا يعني أستاذ صفوان الأمم المتحدة لي مواقف سلبية جدا عليها هذه الأمم المتحدة التي أنشئت من أجل ماذا كان الهدف الأساسي الأول لها هو الحفظ الأمن والسلم الدوليين يا أخي عشرات الحروب وعشرات الدول التي سقطت من قبل الأمم المتحدة هل استطاعت الأمم المتحدة أن توقف حرب العراق هل استطاعت الأمم المتحدة أن توقف غزو ليبيا هل استطاعت الأمم المتحدة أن توقف حرب اليمن وأيضا في مصر وما يجري أيضا في الكثير من دول هل استطاعت الأمم المتحدة إصلاح العلاقة بين كوريا الشمالية والجنوبية أو بين الهند وباكستان يعني تحدث السيد الرئيس وقال عدة مرات الأمم المتحدة أصبحت طرفا في المشكلة وليس طرفا في الحل يعني السيد بانكيمون كيف لم يبقى له إلا عدة أسابيع في الأمم المتحدة يصدر قرار بإذانة المملكة السعودية في حربها على اليمن بعد عدة ساعات يتم سحب هذا القرار ليعود علينا بعد عدة أيام ويتدخل في الشأن يا أخي افتح عيني نحن نطلب أن يفتح عيني يشعر بالقلق أعتقد أنه ربما بانكيمون دخل كتاب جنس الأرقام القياسية وهو يشعر بالقلق تجاه الجانب السوري هذا الطرف بالنسبة لللقاءات في الأمم المتحدة أعتقد أن كل الدول المعادية لسوريا كانت تنتهز فرصة حصول اجتماعات الأمم المتحدة لأن السيد الوليد المعلم بصفته الدبلوماسية وبهدوئه وباتزانه طبعا يمثل الجانب السوري وكما قلت لك يعني دعنا نتكلم بصراح هناك لقاءات علنية مع كثير من الدول وقد تكون هناك لقاءات غير علنية يعني أنا طبعا وفقا لتحليلي الشخصي قد تكون أم كان هناك ربما جرت لقاءات غير علنية يعني ونحن دائما على هامش هذه الدورة صفوان الدول الأوروبية مع من تعتقد أنه جرت لقاءات غير علنية والله إذا كان الفرنسي والألماني والبريطاني والأمريكي يرسل وفود أمنية إلى دمشق فلا نستغرب أن تكون هناك لقاءات مع هذه الدول يعني من يرسل عندما البريطاني يرسل وفود أمنية إلى دمشق ويعود وزير الخارجي للبريطاني ليشن هجوم هل هذه الوفود الأمنية ماذا سيقول هذا الذي يرغب بلقاء الوزير المعلم هذا الطرف طبعا الغربي أو الشرقي من أي بلد من بلدان العالم ما الذي يريد قوله برأيك يعني نحن نتحدث بتحليل للجانب السوري بعبارات مختصرة نحن كنا على خطأ ونريد إعادة تصحيح العلاقات وقالها السيد الرئيس وقالها السيد وليد المعلم والكل قال حتى السيد بشار الجعفري نواجه له تحية قالها عدة مرات لا يمكن أن نتعاون أمنيا بدون فتح السفارات افتحوا السفارات يا أخي انظروا الآن الولايات المتحدة كيف تضحك عليكم جميعا حتى هذه اللحظة وأنا أتكلم معك لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بنشر الاتفاق الروسي الأمريكي وهناك أصبح جدل كبير بين الدول الأوروبية المتحالفة مع أمريكا أخي ماذا ينص هذا الاتفاق حتى يكون مغيب عنه ونحن الأدوات لذلك الجانب الفرنسي قلق الجانب البريطاني قلق كل دول يعني الولايات المتحدة أستاذ فالصفوان دائما عودتنا على أنها تهم الحلفاء ترمي بهم إلى مزابل التاريخ متى كانت أمريكا كما يقال تحسب حساب أحد أدواتها هي تحلل وتقيم علاقات يعني تصور عندما كانت علاقاتها بإيران متوترة وقعت الاتفاق النووي مع إيران وكانت أغلب دول أوروبا تهاجم إيران أول وزير خارجية ذهب إلى إيران هو المعتوه فابيوس الغير مأسوف على شبابه وعلى رحيله من قبل الإدارة الفرنسية وذهب البريطاني وغير ذلك لذلك أيضا إعادة علاقة أمريكا بكوبا أكثر من خمسين عام لا ندري إذا غدا تتحصل العلاقات مع كوريا الشمالية يعني بدأ هناك حديث ضمن الدول الأوروبية يعني ربما الولايات المتعود وتفتح العلاقات من جديد مع دمشق هذا غير مستبع هذا في السياسة للأسف الشديد لا يوجد عدو دائم ولا يوجد صديق دائم هناك تحالفات هناك يعني كما يقول لك يعني مصالح سياسية تستدعي كل شيء طيب بالنسبة للشأن السياسي والتصريحات سيد لافروف خلال المؤتمر الصحفي قال الجيش السوري هو القوى الأكثر فعالية التي تحارب الإرهاب وروسيا مستعدة لوضع خريطة مفصلة لمواقع تنظيم جبهة النصرة في سوريا من أجل وضع حد لأي غموض حول هذا الملف إلى متى سوف يبقى هذا الغموض هل صبر روسيا بلا حدود بهذا الإطار؟ عندما يتحدث لافروف ويقول الجهة الأكثر فعالية أنا أعتقد أنه يقصد الجهة الوحيدة على الكرة الأرضية القادرة على محاربة هؤلاء ولكن نحن نعلم صفوان دائما رؤساء الدبلوماسية العالمية كل كلمة يتكلمون بها تحسب لها حساب في المعنى السياسي لأن الجيش الوحيد الذي يحارب على الأرض هو الجيش السوري يعني دعنا نتكلم بصراحة روسيا لم تنزل جيوشها على الأرض السورية الولايات المتحدة لم تنزل إيران لم تقم بإنزال حتى الدول المعادية فرنسا بريطانيا إسبانيا هولندا غير ذلك المدعومة أمريكية ليس لأنهم لا يريدون بل ربما لا يتجرؤون لا يتجرؤونهم أعجز من ذلك لذلك الجهة الوحيدة أنا أعتقد أن السيد لافروف كان يريد أن يقول أن الجهة الوحيدة بين قوسين القادرة على محاربة التنظيمات الإرهابية حتى الولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك ولكن مشكلة عندما يقول لافرو أن الصبر روسيا قد نفذ فعلا لأن روسيا تعرضت إلى طعنتين الطعنة الأولى بإسقاط طائرتها في المجال الجوي السوري عندما قامت بها تركيا وهي جزء من حلف الناتو وأيضا النقطة الأخرى عندما قامت طائرات الأمريكية بقصف مواقع الجيش السوري لا ندري هل سقط جنود روس حسب بعض الوكالات العالمية كان هناك جنود روس بينها لذلك كان هناك غضب كبير لدى الإدارة الروسية وصرح رئيس الأركان إما أن نتفق نصل إلى اتفاقية كبرى وإما أن نتفق نصل إلى حرب كبرى وهذا ما تخشى هذه الدولة بالنسبة لي موضوع عودة إعلان وقف الأعمال القتالية الذي انتهى ببيانة الجيش العربي السوري والانتهاكات الثلاثمائة التي قامت بها الجماعات الإرهابية المسلحة قال السيد لافروف أيضا سيتم الإعلان عن إعادة الاتفاق بمجرد فصل وعزل الإرهابيين الفصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة والإرهابيين هل سيتم هذا الأمر؟ هل ستكف أمريكا عن المراوغة؟ حتى هذه اللحظة أمريكا غير جادة الباري حتى تكلم السيد الرئيس مع إحدى الوكالات الأمريكية وقالها بالحرف الواحد أمريكا غير جادة في الحل وأمريكا تكذب وأمريكا عاجزة عن الفصل بين الجماعات هل تعلم ماذا يعني فصل المعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية؟ لم يعد هناك مصطلح اسمه المعارضة المعتدلة لذلك الروسي كما قلت لك يدرك حجم المراوغة الأمريكية وأمريكا حتى الآن لم تنفذ بند واحد من الاتفاق الذي وقعته مع الروسي منذ أكثر من حوالي عشرة أيام أو أكثر بقليل لماذا؟ لأن تدرك روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا نفذت هذا الاتفاق ستضرب داعش وتضرب جمهة النصرة والحركات الإرهابية المنضوية تحت لوائها ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إنهاء للتواجد المسلح في سوريا يبقى الجيش الحر وبعض المرتزقة أعتقد أن الدولة السورية كفيرة بالقضاء عليه بالعودة فقط لبان كيمون تحدثت عنه قبل قليل الدبلوماسية السورية والخارجية السورية شنت هجوم على سيد بان كيمون في الفترة الماضية لسبب يعني يبدو وجيه وبشكل كبير إنه الأمين العام الوحيد ربما في التاريخ الذي لم تحل خلال فترة ولايته أي مشكلة عالمية عالقة لا بل زادت المشاكل وتفاقمت لماذا فشل؟ ولا حتى الذي سبقه ولا حتى الذي سبقه إستاذ صفان دعنا نأخذ معلومة أيضا كوفي عنان باستثناء أفغانستان عندما نريد أن نجيب عن هذا السؤال دعنا كيف ينتخب الأمين العام لأمم المتحدة بموافقة الدول خمسة دائمة العضوية أي دولة تعترض على الأمين العام فبالتالي أي أمين عام سيصل إلى رئاسة الأمم المتحدة عليه أن يعمل وفقا للأجنة الغربية دعنا نتذكر حادثة بطرس غالي عندما كان أمين عام للأمم المتحدة وخرج بتقرير عن مجزرة قانا المصري نعم ما الذي حدث رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تجديدة فبالتالي السيد بان كيمون عندما اختارته طبعا هو كان وزير خارجية كوريا الجنوبية ونحن نعلم كوريا الجنوبية هي كما يقال من أدات من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية فعندما أوتي به إلى الأمم المتحدة كان من الطبيعي جدا أن ينفذ كافة التعليمات الأمريكية وحتى الأمين العام القادم لن نجد منه أي عمل طالما أن الأمم المتحدة مرهونة بيد الدول الخمسة دائمة العضوية وخاصة أمريكا بريطانيا فرنسا لذلك لا يعني إن قام بفتح عينيه وإن لم يقم بفتح عينيه وإن كان قريقا وغير قريقا لا يقدم ولا يؤخر شيء في السياسة لأنه أصدر أصدر قرار بحق السعودية بعد عدة ساعات تم سحبه وصلت الشكات ربما السعودية بغض النظر عن أي شيء بالنسبة أيضا للرئيس الأمريكي باراك أوباما هو في أيامه الأخيرة في الأشهر الأخيرة من ولايته الثانية طبعا يستخدم حق الفيتو الرئاسي ضد قرار محاسبة شخصيات سعودية متورطة في هجمات 11 سبتمبر لماذا استخدم الفيتو؟ بغض النظر عن استخدام الفيتو هذه اللعبة السياسية كبرى يعني الكل حتى الصغير إذا سألته في سوريا يدرك حجم هذه اللعبة بين الكونغرس والرئيس الأمريكي واستخدام الكونغرس لأن هذا القرار سيعود للكونغرس ويحق للكونغرس إعادة أيضا تجديد هذا القرار من جديد السؤال الذي يجب أن يطرأ هل حان وقت حساب المملكة العربية السعودية؟ هذا هو السؤال الذي يطرأ دعنا نعود إلى لقاء الرئيس الأمريكي مع صحيفة The Atlantic الأمريكية عندما تحدث على أن الخطر الكبير على السعودية من الداخل أنا كنت دائما أقول نتمنى من العقلاء في السعودية أن يقرأوا المشهد السياسي أن يقرأوا الأحداث أن يغيروا توازنات بالأسف لا يوجد عقلاء أو لا يريد أحد أن يتحدث هناك قلق كبير في السعودية ومن خلال بقرات من الصحف المعارضة أو الموالية هناك غضب شديد من السعودية حتى وإن اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار الفيتو فمعنى ذلك أن ملف السعودية قد فتح طيب لماذا لم يفتح منذ عدة سنوات؟ لماذا لم يفتح منذ عشر سنوات؟ لماذا تم فتحه الآن؟ لأن هناك إعادة توزيع للأدوار إعادة ترتيب للمنطقة وللأسف الشديد تلك الأدوات التي حاربت سوريا ستكون هي بداية الحل وبداية التغيير وقلناها عدة مرات يعني السعودية هي ربما الهدف القادم يعني طرح هذا المشروع ورفضه من قبل الرئيس الأمريكي ليس ربح للسعودية بالنتيجة هو ليس ربح للسعودية على الإطلاق هو بداية كما قلت لك بداية وضع المشروع السعودي لأن أوباما سيذهب بعد أيام قليلة وفيتي رئيس آخر وربما الكونغرس حتى هذا القرار سيعاد فتحه من جديد مع بداية الإدارة انظر تصريحات دونالد ترامب وهو حتى هذه اللحظة الأكثر صعودا على حساب هيلاري كلينتون يعني آخر التقارير تقول أن هيلاري كلينتون وضع الصحي قد لا يسمح لها بالمتابعة فمعنى ذلك هي ربما سيخسر الحزب الديمقراطي على حساب الحزب الجمهوري إذن هناك تخبط في الإدارة الأمريكية هناك خلال كبير يعني صدقني عملية ضرب بواقع الجيش في دير الزور كانت أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي إذن ما قبل الضربة شيء وما بعد الضربة شيء آخر الإدارة الأمريكية تريد أي انتصار سياسي تريد أي إنجاز سياسي حتى ترفع من أسهم هيلاري كلينتون إذا استمرت في الحملة الانتخابية القادمة لذلك كما قلت لك السعودية للأسف ستدفع الثمن شاء من شاء وأبا من أبا ليس وفقا لقرارات شخصية أو عاطفية ولكن وفقا لحسابات سياسية من لا يقرأ السياسة عليه أن يتحمل كافة النتائج والطبيعات أستاذنا الكريمي لفتني أيضا بكلام أوباما عندما علق على الموضوع قال إن مشروع القانون وهو يدافع عن رفض بطبيعة الحال يضرب مصالح الأمن القومي الأمريكية إلى هذا الحد يضرب المصالح القومي الأمريكية طبعا يضرب المصالح الأمريكية ربما من منح قضائي نحن نعلم أن كثير من المجرمين الأمريكان وقادة الحروب على رأسهم جون كيريا الذي كان أحد أفراد سلاح الجو الأمريكي الذي رمى بالقنابل على فيتنام وقتل ما قتل أنا أستغرب شخصية عسكرية مثل هذه قتلت الآلاف من المواطنين ينادي بالسلام وبالحل السلمي وغير ذلك ويستلم حقيبة الخارجين حتى الولايات المتحدة الأمريكية بكلام أوباما هذا أيضا فيه نوع من الكذب السياسي لأن المحكمة الجنائية الدولية تسيطر عليها أمريكا كافة المحاكم العليا التي تقاضي المافيات وتقاضي عمليات المجرمي الحرب أيضا تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أنا كما قلت لك كان إصدار القرار هو إنذار شديد اللهجة للسعودية أن الوقت التغيير قد حان عليكم أن تدفعوا الثمن كما دفعها حسني مبارك كما دفعها القذافي يا أخي حسني مبارك والقذافي وزين العابدين بن علي وغيره من الأدوات قدموا لأمريكا ما لم يقدمه أي رئيس آخر في العالم ماذا كانت النتيجة؟ تخلوا عنهم خلال عدة أيام أو خلال عدة ساعات فبالتالي ليست السعودية أفضل من هؤلاء السعودية الآن وصلت كل دول العالم إلى قناعة أن الفكر الوهابي الفكر التكفيري بدأ في العالم جميعا وحتى يعني متى كانت النواف في البرلمان البلجيكي يتحدثون بمقاضاة السعودية نواف في المجلس البريطاني إذن بدأت عملية رفع الصوت على السعودية ونحن نعلم عندما يتم رفع الصوت على جهة كما هو الحال بالنسبة إلى أردوغان يعني الانقلاب الذي حدث هو رسالة شديدة للهجة أن دورك السياسي قد انتهى عليك الاستعداد للحقبة القادمة وهي الرحيل إما بالقتل وإما يعني عندما تخرج الاتحاد الأوروبي اللي يقول لا يمكن أن يكون هناك حل مع تركيا بوجود أردوغان ما معنى هذا الكلام هذا الكلام إذن أنت غير مرغوب به أيضا عندما خرج السيد بن علي أردنيم رئيس الوزراء التركي وقال نحن أمام مؤامرة عندما خرج الرئيس بشار الأسد في بداية الأزمة وقال نحن أمام مؤامرة كبرى لم يكن أحد في العالم ليصدق يعني انظر إلى المقارنة رئيس الوزراء التركي خرج البارح اللي يقول نحن أمام مؤامرة إذن هل أدركت تركيا أنها أمام مؤامرة عالمية من قبل الأمريكي بغض النظر لا يمكن أن يرضى أن يصبح أردوغان هو بيد الروسي وبنفس الوقت أردوغان يدرك أن بوتين لن يسامحه بوتين هو رجل استخبارات قبل أن يكون رئيس دولة سأعود إلى الموقف الأمريكي والوضع الداخلي الأمريكي لكن نقطة قبل ذلك كان هناك تقارب نوعا ما بين النظام السعودي وجمهورية مصر خاصة في موضوع التيران والصنافير كثير من المتابعين يرون الآن في هذه اللحظات أن هناك تباعدا كبيرا واستدارة مصرية عن السعودية سواء بحضور شخصيات دينية مصرية في مؤتمر جروزني المناهض للإسلام الوحابي المتشدد أو بعدم تصويت البرلمان المصري على ذهاب سيادة تيران والصنافير لنظام السعودي ما الذي يجري؟ لماذا تفقد السعودية الأصدقاء؟ هي كانت تراهن على مصر على أنها تحارب بمصر تستخدم الجيش المصري يعني من خلال دفع المليارات كما قلت لك أسف الشديد أستاذ أسفوان في السعودية لا يوجد قراء لا يوجد صناع قرار بمعنى الكامل لم تكن في يوم من الأيام العلاقة السعودية المصرية في أحسن أحواله منذ عبد الناصر وحتى هذه اللحظة يعني أن يخرج البرلمان المصري ليقف ضد الاتفاقية ونحن نعلم أن ثلاث أرباع المجلس هو من حزب الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الأغلبية في البرلمان المصري يعني كما قلت عبارة عن توزيع أدوار العلاقة المصرية هي أرادة السعودية كما تفضلت بأن تستخدم الجيش المصري من أجل أن يرسل قواته إلى دمشق لمساندة التنظيمات الإرهابية وإلى اليمن وإلى اليمن وغير ذلك يعني تصوأ حتى باكستان باكستان التي هي تعتبر تاريخيا ودينيا وقائديا تتبع للمملكة العربية السعودية رفضت إرسال جيشها إلى اليمن لمحاربة هل هناك عاقل في العالم يدخل إلى اليمن؟ أستاذ صفوان الدولة العثمانية في عام 1551 خرجت مضحورة من اليمن بريطانيا عندما احتلت عدن في عام 1834 أيضا خرجت بشكل مذل أيضا عبد الناصر عندما أرسل قواته لمساندة عبد الله السلال بال66 أيضا ذهب له أكثر من 14 ألف قتيل فما يعني لا يمكن لأحد أن يجرع على احتلال اليمن يعني عبد الفتاح السيسي هو شخصية عسكرية حتى الآن أنا أعتقد أن المواقف المصرية هي الأكثر تميزة في الدول العربية تجاه سوريا يعني لم يخرج أي مسؤول مصري حتى الآن منذ بداية الأزمة يطالب برحيل القيادة السورية كما يقول الأغبياء في الدول العربية الأخرى وبالتالي ربما هناك لقاءات من تحت الطاولة بيننا وبين الجانب المصري لأن الهدف واحد تفتيت الجيش المصري تقسيم مصر انظر الآن ماذا يلعبون على وتر نهر النيل نتنياهو في زياراته الأخيرة إلى أفريقيا ذهب إلى أربع دول أفريقية هي منبع ومرور نهر النيل لماذا؟ لأنه يريد أن يتخلص من القيادة المصرية عن طريق الضغط عليها اقتصادية ويبتزها ويريد الابتزاز لذلك لا يمكن أن نتوقع في يوم من الأيام أن تكون العلاقة السعودية المصرية على حساب العلاقة المصرية السورية قبل قليل تحدثت عن هذه الإرهاب الذي يتفجر وبدأ يتفجر في الغرب ووصل إلى العاصمة الأمريكية ولاية واشنطن شهدت مقتل أربعة أشخاص على الأقل ونحن نعلم ماذا جرى في شارلوت في الأيام الماضية وهذه الاحتجاجات الكبيرة حتى عفوا أستاذ صفوان هيلاري كلينتون كان لديها مؤتمر صحفي غدا في شارلوت رفضت لم تجرع على النزول في هذه المدينة خوفا من ماذا؟ خوفا من الذي يجري في أمريكا هناك حرب عنصرية هناك نعم تفضل البعض كتب وقال الاحتجاجات العنصرية المتصاعدة من قبل السود تنبئ بحرب أهليا هل ذهبوا بعيدا بهذا التحليل؟ ما شاء الله هذه هي الديمقراطية الأمريكية صدقني لم تكن في يوم من الأيام الديمقراطية الأمريكية أفضل ديمقراطيات في العالم حتى هذه اللحظة التي أتكلم أنا وأنت بها هناك صراع عنصري وهناك صراع ديني وهناك صراع نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية هناك طبقة غنية ساحقة تمتلك كل شيء طبقة فقيرة معدمة لا تمتلك أي شيء يعني ما معنى أن أمريكا تريد الديمقراطية في العالم ونشر الرواب إلى آخره وهي حتى الآن عاجز عن حل أي مشكلة داخلية يعني أكثر من عشر ولايات أمريكية حصل فيها صراع وهو صراع بسيط ولكن ما الذي ربما يجري في قادم لأيام قد تتطور لأنه نحن نعلم سقوط الدول الكبرى يكون من الداخل عن طريق الصراع العنصري الذي يتفجر كما حدث في جنوب أفريقيا وكما حدث في العديد من البلدان يعني ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تزرعه في بلدان العالم من الشقاق والحرب العشائرية والحرب المذهبية والطائفية لن تنجو منه إن شاء الله لن تنجو منه نحن انظر الآن دعنا نأخذ العبر قليلا ولو أطلنا بعض الشيء كل الدول التي حاربت سوريا وتآمرت على سوريا ما الذي يجري بها الآن انظر من فرنسا إلى بريطانيا إلى بلجيكا كلها ضربها الإرهاب حتى أمريكا ضربها حتى الدول العربية ضربها الإرهاب لذلك لا تلعبوا على هذا الوطن دولة بحجم سوريا حضرتها عشرات ألاف السنين تريد أن تأتي دولة مثل السعودية وقطر وتركيا التي لا تتجاوز عمرها الثمانين أو سبعين سنة تريد أن تمحوا هذا التاريخ لا يمكن لأحد أن يمحوا تاريخ سوريا يعني الحكومات الغربية التي لا تأبه لأرواح الناس في سوريا وفي منطقتنا أيضا يبدو أنها لا تأبه بأرواح الغربيين أيضا بأرواح على الإطلاق يعني أنظري لهذا المعتوه هولاند قصما أقسم بالله حرام أن يكون رئيس بلدية في أي منطقة يعني ثلاث أو أربع عمليات تفجيرية حصلت في فرنسا وحتى الآن ما ذال يضرب رأسه في الحيط وعلى القيادة السياسية أن ترحل آخر استطلاع للرأي جرى منذ عدة أيام إذا جرت انتخابات فرنسية اليوم سيخسر من الجولة الأولى والسيدة ميركل صاحبة القلب الحنون والعطوف على سوريا أيضا البارحة خسرت انتخاباتها بـ 17% في إحدى المقاطعات في برلين أيضا الانتخابات القادمة ستخسر ديفيد كاميرون إلى مذابل التاريخ كل من تأمر إلى المذابل التاريخ حتى أوباما إلى أنا أريد أن أتكلم بنقطة جون كيري عندما يخرج إلى التقاعد هل سننتظر حتى يقول أن الدولة السورية كانت على حق والديرش العربي السوري على حق كما قالها توني بلير وجورج بوش فقط لنفهم ما يجري داخل أمريكا وأوباما في أفول وفي أيامه الأخيرة هل صحيح أن فقاعة انتخاب أوباما رئيسا أول رئيس أسود للولايات المتحدة انفجرت هي تنفجر الآن يعني هو كان غطاء لمرحلة تعيشها أمريكا ما قبل الانفجار أم لا يعني والله عندما وصل أوباما إلى السلطة أصحاب العواطف في السياسة لا يمكن أن نستخدم العواطف كل من يستخدم العواطف في السياسة فمعنى ذلك هو بعيد كل البعد عن ذلك في السياسة لا يوجد عواطف هناك فكر كبير يعني عندما وصل أوباما الدول العربية والإسلامية أبو حسين وغير ذلك جاء المخلص طبلت وزمرت ما فعله أوباما لم يفعله أي رئيس أمريكي على مر التاريخ عندما لم يترك أي مرتزق في العالم إلا وقت به دمر اليمن ودمر سوريا ودمر أيضا في مصر ودمر الكثير من الدول العربية وزرع الخلاف وسكت على قتل السود داخل أمريكا وهو صاحب نظرية زرع الفتن الطائفية في البلدان العربية للأسف الشديد الآن انظر ما الذي يجري في العالم هناك حرب طائفية بكل ما تعنيه الكلمة بسبب المصطلحات ونحن في الشعوب العربية حتى الآن للأسف الشديد يعني نحتاج إلى وعي كبير جدا يعني كما قال الكاتب والشاعر محمد المغوط رحمه الله يعني تحرير العقل العربي هو أصعب من تحرير فلسطين يعني حتى الآن لم نتخلص من شيء اسمه الطائفية على الرغم من أن الدول الأوروبية كما نعلم يعني طوائف متعددة ونحن نعلم المجازر التي حصلت بين الدول الأوروبية ولكن انظر ما الذي حصل أنهم حيدوا الدين على جهة وبدأوا يعملون وفق مصالح استراتيجية عليا أما نحن في الوطن العربي للأسف الشديد ما زلنا نحارب بعقلية يعني متخلفة ما زلنا نحارب بعقلية طائفية الآن أصبحت العدو الأول هو إيران وأصبح الصديق هو الأمريكي والفرنسي والبريطاني وفي النهاية يعني عندما تسقط الدول وعندما تسقط الأنظمة يعني نبدأ نترحم على تلك الأنظمة لماذا؟ صدقني الآن العراقي يقول أيام الرئيس العراقي أفضل الليبي الآن انظر ما الذي يحصل في لي لا نعرف من يقاتل من الآن إذا قمت باستطلاع للرأي في لي بيقولوا أيام القذافي أفضل في تونس نفس العملية في مصر نفس العملية فنحن في سوريا لماذا نحارب؟ لأننا لا نريد إلى اللحظة التي نريد أن نصل بها حتى يقول السوري فعلا الدولة السورية كانت الحق والحكومة السورية نحن سنحارب حتى أخرى إن شاء الله لن نصل لن نصل طبعا المشروع دعني أتكلم بصراحة المشروع الأمريكي انتهى وقتنا شكرا جزيلا لك أستاذ الثقافة في جامعة دمشق الدكتور عهد خضور على هذا الحضور القيب تحياتي لك أستاذ صفوان وإن شاء الله كما قلت لك المشروع الأمريكي انتهى والمشروع الاستعماري ومشروع إسقاط الدولة السورية انتهى وما النصر إلا يعني صبر قليل والرحمة جميعا للشهداء من مدنيين وعسكريين وتحياتي لكم والكادر الكبير في الإخبارية شكرا متابعين أينما كنتم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء